الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دار نعلق على أمر فضيع وجريمة كبيرة جدا حصلت من العلمانين في هذه البلاد السودان عاملين تمثال صنم في هيئة رجل كامل وسموه قالوا جرد المان وقالوا في الأخبار وقالوا دا تمثال للمظاهرات الحصلة الأخيرة وتاني برضو عملوا صنم تاني برضو قالوا حيخدته في مدرمان والأول ظنه في جمعة السودان وسمينه جرد المان والتاني ما عارف لشخص قتل في المظاهرات الأخيرة برضو حيضعه قالوا في مدرمان والأول ذاك وضعه موجود منصوب حكم هذه الأصنام والأوثان والتماثيل إنها من أكبر الذنوب والجرائم عند الله سبحانه وتعالى لكذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم وأمره أن لا يدعى تمثالا إلا طمصه وفي رواية صورة إلا طمصها ولا قبرا مشرفا إلا سواه وبعد ذاك علي بن أبي طالب في خلافته أرسل أبا الهياج الأسدي قال لألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زيمر النبي عليه الصلاة والسلام بعثني زمان أنا تهدى ربعثك برضو لنفس المهمة ألا تدعى تمثالا إلا طمصته أو صورة إلا طمصته أو قبرا مشرفا إلا سويته لي جمع النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الصحابة وأيضا أرسل جرير بن عبد الله البجلي كما في صحيح البخاري قال له يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة وكان صنم وثن معمول نفسه بتاع جرير دلماندر وأرسل جرير بن عبد الله ومعاه أكثر من مئة فارس تقريبا وشهدموه وكسروها لي السبب شنو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسره ويأمر الصحابة يكسره والصحابة يأمر التابعين أن يكسروها لأن يا جماعة ده السبب الأعظم في وجود الكفر والشرك بالله في الأرض ده السبب الأعظم في انتشار الشرك في الأرض وأول شرك حصل في الأرض بسبب الأصنام دي ذات حقت الناس المعظمين أو الصالحين في نظرهم وبعضهم كانوا صالحين عديل ومعظمين عندهم زي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الجاد قصتهم في صورة نوح في القرآن عملوا لهم أصنام دير كانوا خمسة رجال صالحين ومعظمين وكان قومهم يحبونهم حبا شديدا فماتوا في عام واحد الخمسة دير المعظمين الصالحين عند قومهم فالشيطان أوحي لهم يعملوا التماثيل وأصنام في كل قبر ومنذ ذلك اليوم عبدت الأصنام والتماثيل إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء من قبله والرسل عليه الصلاة والسلام لهدمها وإزالتها من قلوب الناس أولا ثم من الأرض ثانيا وحيكون كعلامة من علامة الساعة في آخر الزمان أن النساء دوس تضطرب ألياتهم حول صنم ذي الخلصة ثاني من جديد الكسر وقبير جرير بن عبد الله البجلي حيجي ثاني في آخر الزمان فإشان كده شدت الشريعة وأنكرت أي ما نكير في إزالة الأصنام والأوثان والتماثيل حتى لو قالوا لا نحن ما دار نعبده نحن بس الشخص ده بنعظمه أو ده مات في السورة أو في المظاهرات بنعظمه هو ده سبب الشريك ذاته لأنه ودوا سواع ويغوس إلى آخر ديال كانوا بيحبوهم ومعظمين عندهم وإن كانوا ديال صالحين نس ودوا سواع أما ديال ما معروف الحاصل على هم شون ولان إحنا ما معروف الحاصل على هم شون فعلى من فعل ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى يتقي الله وإذا كانوا العلمانين بنشروا في هذه الأصنام والتماثيل فالعلمانين عندهم هدف هدف رئيس عندهم هم اللي هو نشر الكفر بالله ده الهدف الأساس عند أي علماني أو ملحد أو تابع لأي تنظيم علماني أو إلحادي أو لبرالي أو ديمقراطي ولا غيره هدفهم إنه يضلل الناس لأن العلمانين باختصار شديد تعريفهم تعريف العلمانين والعلمانية هم جنود إبليس ده أصدق تعريف في اعتقادي أنا جنود إبليس وإبليس قال لربنا زمان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فجنود إبليس من العلمانين والملاحدة والمجارم الليلة جوا في السودان وصلطوا على الناس في البلد دي دارين ينشروا الكفر بالمناسبة شكيدة قبيل كان طلعوا القرائي قال ما دارين قرآن في المدرسة وقال كلام شيخي محمود محمد طه لما قالوا له الدينة وصية لوضع المناهج في زمن محمود محمد طه الهالك قبح الله وجهه فقال وصدتي لوضع المناهج إنه ما يكون فيها لا قرآن ولا حديث واحد من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإذن غرض العلمانين من هذا كله إنه دارين يمحوا الإسلام من قلوب العباد يحاربوا الله وشكدوا وضعهم للأصنام والتماثيل محاربة لله عز وجل ومحاربة لدين النبي عليه الصلاة والسلام شكيدة ربنا قال إنما الأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس نجس كله رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وددر سول العلمانين الليلة عمل الشيطان فالناس اتقوا الله سبحانه وتعالى لكننا ما بدعوا إنه المتطرفين والإرهابيين والدواعش وديل كمان مجرمين تانين ما يقل خطورة على الإسلام بل مناسبة من خطورة العلمانين والشوعين والملحدة لا ندل بشوه الإسلام باسم الإسلام وربما ديل يكونوا أخطر في بعض الجزئيات حتى من العلمانين وغيرهم في تشويهم للإسلام فديل ما يقوم يمشي يسمعوا الكلام ده أو أي كلام يمشي يكسروا بيدا لا ده شغل الحاكم ده شغل الحاكم شكنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم وجعل كل إقامة الحدود وإزالة هذه الأشياء للحاكم فالنبي عليه الصلاة والسلام الحاكم قام رسل علي بن بي طالب فعلي بن بي طالب ما فعل من تلقاء نفسه إلا لما أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو الهياج الأسدي ما مشى كسر براو إلا لما أرسلوا الحاكم قال كان الخليفة الرابع الوقت ذاك علي بن بي طالب فالأمر راجع إلى الحكام وليس لنا أن نغير بأيدينا إنما نحن نغير بشنا يا جماعة بألسنتنا كدعاة وننصح الناس كده نكون أدينا العالينا لو أزعلوا لو ما أزعلوا إت كده بتكون أديت شنو يا جماعة ألا عليك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن لم يستطع أن بيده اللي هو الحاكم ولا الرجل في ملكه في بيته فإن لم يستطع قال فبلسانه ولسان دي لأي داعية فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ونحن نصحنا ودي والله من أشر الأمور وبعد شوية هتعبد الأصنام والتماسيل دي اللي قاعدين يشيدوها العلمانين دي لأن ذي القالوا معظمين عندهم بعد شوية هتعبد كما عظم قوم نوح الخمسة الصالحين فعبدوهم فعبدوهم بعد ذلك هذا هو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه